شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة اسم معرفة طب ايه تاني ممكن اول لما شوفه القطعة اقول علي انه هو اسم معرفة قالك زي الدمائر ايه ده دمائر اللي احنا خدناها و احنا صغيرين في ساعة ربعة اه اللي هي دمائر اللي ايه اسمها الدمائر المنفسرة اللي هي بتيجي بصورة مستقلة بذاتها زي دمائر الغائب اللي هي هو وهي وهما وهم وهن زي دمائر المخاطب انت وانتي وانتما وانتم وانتن زي المتكلم انا و ايه و نحن وفي نوع تاني من الضمائر هي الضمائر المتصلة اللي هي بتبقى مجبوكة او متصلة في الكلمة نفسها زي مثلا قلمه الهائل اللي موجودة في الاخر دي اسمها الغيبة زي كلمة قلمها الهائل الهال اللي موجودة في الاخر دي اسمها الغيبة زي ناء الفاعلين زي كلمة حبنا او حبنا النادي بتعرف الكلمة نفسها وكذلك الامر في أي ضمير متصل بإسم بيكون بيعرف الكلمة نفسها اللي متصل به يبقى كنا أول 3 أقسام من أقسام الإسم المعرفة هو إسم الإشارة الإسم الموصول الضمائة إيه تاني المعرف بالألف واللام زي الكلمة المعلم أولها ألف واللام فده معرفة القصة أولها ألف واللام معرفة الطالب تمام معرفة الفاكهة معرفة الكراءة معرفة العلم معرفة يبقى أي كلمة بتبدأ بألف واللام بتبقى معرفة طب إيه تاني من أنواع المعارف قال لك حاجة اسمها المعرف بالإضافة يعني الكلمة تكون قدامك نكرة بس ورها كلمة معرفة فالكلمة دي عرفت الكلمة اللي قابليها مش فاهم كلمة فرشاة دي لو لوحدها كنا نكرة ولا معرفة نكرة كلمة الرسم اللي جات ورها تعرف إيه تمام مضاف إليه يبقى كلمة فرشاة هنا ما بقتش نكرة بقت إيه معرفة طب إزاي إيه اللي عرفها قال لك ورها كلمة الرسم ورها مضاف إليه فكلمة فرشاة دي معرفة بالإضافة طب مش فاهم كلمة قرة القدم قرة دي لو جات لوحدها نكرة أو لنا معرفة لا نكرة طب القدم قال لك القدم هنا أول ألف ولام فكلمة القدم عرفت القرى كلمة حقيبة الطفل حقيبة لوحدها نكرة لكن لما جات ورها ا diapers مضاف إليه اللي هو كلمة الطفل يبقى الطفل دي ها اعرفت الكلمة حقيبة فه الحقيبة دي معرفة بالإضافة ونهضت العلم نفس الكلام نهضة معرفة بالإضافة طول الجسم طول ما معرفة بالإضافة عشان جات وغير مضاف إليه واللي مش فاكر قاعدة المضاف إليه نكرة مثلا معرفة المعرفة بتكون مضاف إليه طب ايه تاني من الحاجات اللي اولا لما شوفها اقول علا اسم معرفة قالك العلم العلم يعني حاجة مشهورة يقولك ده الشخص ده علم من اعلام مصر فكلمة العلم دي يعني حاجة معروفة جدا زي اسم انسان زي اسم بلد فكلمة محمد علم احمد علم مروة احمد مي علم مصطفى علم كل دي اسمها اسم ايه علم اسم البلد زي مصر سوريا اليمن فلسطين اي اسم من اسماء البلد بيكون اسم ايه علم يبقى كده لغات ده وقت اخدنا ستة حاجات اسم العلم اللي هو اسم معرفة اللي هو اسم الاشارة الاسل الدمائر الاسم الموصول الاسم المعرف بالالف واللام المعرف بالاضافة والعلم طب ايه هو الاسم انك العكسي كل اللي فvadده يعني هو مش اسم اشارة هو مش اسم موصول موصول هو مش اسم معرف بالالف واللام هو مش اسم معرف بالاضافة هو مش ضمير تمام هو مش علم عكس اللي فاد ده كله بنسمي اسم ايه ناكرة تمام تمام طب درس اللي احنا خدناه ده قبل ما نخش في التدريبات هيفدنا بايه هيعرفنا ازاي نجاوب على السؤال بتاع المضاف اليه دي اول حاجة هيعرفنا ازاي نعرف النعت تمام هيعرفنا ازاي نعرف الحال عن صاحب الحال بيكون معرفة فالدرس ده هيخدمنا في دروس كتير جدا عشان كده الدرس ده بأكد عليه انه هو درس سهل جدا بس مهم جدا ولازم نكون عارفينه كويس عشان هيفدنا في دروس نحو اخرى طب تدريبات عشان نشوف مين اللي فهم ومين اللي ما فهمش صنف الكلمات الاقتية الى ناكرة ومعرفة يعني كل كلمة هقولها انت هتقوللي وهترد علي دي ناكرة ولا معرفة يلا واحد كلمة علي لا دا اسم علم ليبقى دا معرفة تنميز ناكرة تمام مقتهد ناكرة مفيش آلف ولام اولها طب فيه قالك فيه دا حرف جار ولا ناكرة ولا معرفة كلمة الكوخ اولها آلف ولام معرفة كلمة مصباح ناكرة صغير ناكرة طب مثال رقم 3 اول عقرب العقرب ها معرفة بالالف ولام سمه معرفة بالضمير مميت ناكرة رقم 4 العلم تمام او العلم العلم معرفة بالالف ولام طريقه معرفة بالضمير اللي هو الهائي المربوطة صعب قالك صعب دي ناكرة طريق لو جات كده لوحدها ناكرة بس طريق عرفت بكلمة العلاج عشان دام وضف الى معرفة بالالف ولام اللي هو كلمة العلاج وطريق العلاج العلاج معرفة طويل جات ناكرة اتمنى ان انا اوجست وانجست وشرحت وفصلت كل اللي موجود في الدرس اتمنى يكون المعلومة وصلت لكل الطلاب لو الدرس فهمته دوس لايك وسبسكراير وشير وقول لكل زميلك عشان استفادة تكون الناس كلها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته